إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد براشدة المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأربعاء في مقر كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين عددا من القيادات العسكرية والشراطية في الدولة وعدد من الدول الشقيقة المدعوين إلى حفل تخرج الدفعة السابعة والأربعين من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وهنأ الحاضرون صاحب السمو الشيخ محمد براشدة المكتوب بمناسبة تخرج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثاني العسكرية التي باتت تصنف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم